طيب هل التحالف عمل غرفة عمليات؟ غرفة العمليات مشكلة منذ 7 أكتوبر حتى تاريخه في حالة عقاد مستمر لدينا غرفة عمليات موجودة في مقر التحالف وأيضا مقرات التحالف والمحافظات المختلفة لأن الجديد كمان اللي قام بيه التحالف في الجزء الأخير إن كل محافظات مصر تشارك في عملية دعم قطاع غزة ليس فقط المركزيات موجودة في العاصم ولكن تحدث عن أن هناك مواطنين بسطاء في القرى المصرية يرغبون في المساهمة ولو بجزء بسيط في هذه القضية الإنسانية تحدث النهاردة عن ملحمة تاريخية صنحها المجتمع المدر المصري تحدث عن ملحمة بكل ما تحمله الكلمة المعاني اللي شفناه من حملات التبرع بالدم والتي حتى تاريخه كل المحافظات تقدم طلبات للتحالف الوقت العامل أهل التنموي لاستمرار هذه الحملات من أجل أن يكون هناك مخزون من دماء المصريين وليس أغلى من دماء المصريين التي من الممكن أن يقدموها لصالح أخوانهم في غزة